افرزت الانتخابات البرلمانية التي اقيمت في الثاني عشر من ايار عام الفين وثمانية عشر رغم قلة المشاركين والتزوير الذي صحبها بشهادة المنظمات الدولية والمواطنين افرزت عن اربعة وثلاثين نائبا عن محافظة نينوى احدى وثلاثين نائبا ترشحوا على قوائم انتخابية مستقلة وحزبية وتحالفات سياسية وثلاثة مقاعد لباقي مكونات المحافظة مقعد للشبك ومقعد للمسيحيين ومقعد للأيزيديين انتخابات ايار الفين وثمانية عشر كانت اول انتخابات تشهدها البلاد بعد دحر تنظيم داعش انتخابات ذات طابع خصوصي لا سيما بالنسبة للمحافظة الاكثر تضررا نينوى وخلال الحملات الترويجية للمترشحين كنام لفي اعادة الاعمار وصرف التعويضات ابرز الوعود الانتخابية التي ارتكزت عليها برامج المترشحين بعد اشهر قليلة ستشهد البلاد انتخابات جديدة والوعود ما زالت وعودا ولم تترجم على ارض الواقع سواء من الحكومة عبر قرارات واوامر او من النواب عبر تشريع قوانين فالتنافس الذي شهدته جلسات البرلمان والاختلافات وعدم التصويت والاصرار على تغيير بنود القوانين لم يكن في اغلب الاحيان من اجل تعديل مشروع قانون لصالح الشعب بل كانت كل التعديلات تصب في مصلحة احزاب الكتل البرلمانية ان وظيفة النائب في كل دول العالم تمثيل الشعب وحماية مصالحه ومراقبة اداء الحكومة الا البرلمان العراقي فقد تحول دور النائب من تشريعي رقبي الى خدمة اجندات سياسية فنواب نينوى لم نسمع لهم صوتا في البرلمان وهم يحتجون او يعارضون لتغيير مشاريع قوانين او استثناء محافظة نينوى من قوانين او حتى محاولة انصاف نينوى ودفع الملفات العالقة التي كانت بين يدي البرلمان بداية من ملف الاعمار مرورا بتخصيصات التعويضات وصولا الى تقسيم الدوائر الانتخابية التي ظلمت مكونات نينوى وبعض المناطق بل ان التصويت على تقسيم الدوائر الانتخابية تم وفقا لمصالح بعض الاحزاب المسيطرة على البرلمان والتي ترغب في السيطرة على القرار بنينوى فجلسات الاستجواب مثلا لم تشمل المسؤولين الذين ينتمون الى الاحزاب التقليدية رغم ملفات الفساد والتجاوزات وحتى ان شملت هؤلاء فان مداخلات النواب تكون خجولة ولا تتطرق الى الملفات الخطرة التي من الممكن ان تتسبب باقالتهم علاوة على ذلك فان المحاصصة الحزبية هي الاخرى اضعف الدور النائب وافرغته من محتوى والكل يغض الطرف عن اداء الوزير واداء المسؤول في الحكومة المحلية واداء مديري الدوائر والخاسر الوحيد هو الشعب بل ان بعض نواب نينوى اصطفوا وراء الفساد في المحافظة نائب سيقف خلف المسؤول ويغطي على تجاوزاته ومسؤول سيستغل منصبه ويقوم بحملات انتخابية ترويجية سابقة لاوانها لفائدة النائب مستغلا فيها موارد الدولة وامكانياتها خدمة بخدمة ونينوى هي الخاسر الاكبر اغلب نواب نينوى لم يؤدوا دورهم كنواب شعب بقدر ما كانوا نوابا لاحزابهم وترشحهم وفوزهم لم يكن سوى مكسبا لاحزابهم بل وساهموا في ترد واقع المحافظة مبالغ مالية ضخمة تم اختلاسها وصفقات مشاريع فاقت كلفتها قيمتها تسند دون شروط الشرط الوحيد القرب من مصادر القرار والنتيجة فساد مستشر ومشاريع لم ترى النور والنواب غائبون اشتركوا في القناة